موسيقى يلا حبيبي اجري اجري على جوة عزيزي حلمي ارجو انك تقابلني الليلة بالوينبي ضروري بخصوص المشروع اللي اتفقنا عليه واتراف الليلة اخذ تعال هبا هبا تعال شوف انا مضطر استأذن من سيادتك الساعة واحدة بس هلو ميشيل مرحبا هلين حمي بيت؟ شي بارد خير ان شاء الله مرحبا بترجاك تنسى المشروع اللي قلتلك عليه ايه مالك؟ ولا شي رصبنا عني رصبنا عنك ليه؟ بترجاك تسامح بخاطرة 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 هذه المرة بدك تروح له يعني بدك تروح له شكراً لك. اشتركوا في القناة 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 صباح الخير اشتركوا في القناة 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 يا طفل اشتركوا في القناة 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 الله يسلمك. نعم. مش قلت الحمد لله على السلامة؟ أنا ما قلتش حاجة. ما لقوش حد غيرك يبعتوه. إذا كنت متضايق ممكن أديك العنوان توصل لوحدك. ترجمة نانسي قنقر مرحبا؟ مرحبا؟ مش بدل الربكة دي تعرفنا برجالتك. مرحبا؟ ستيف طالب في أوكسفورد وبيقضي شهر أجازة في مصر. جيم مقيم في مصر بعلومدة. خليل مساعد بتاعي في كل أبحاث. موراد صديق لستيف في المراسلة وأخه المنا. مرحبا؟ رودي. مرحبا بين إحنا وهم. هيرمن. طبيق علماني. بعضين في مونا. سيكرترتي. واخته المراد. طبعا اعترفتوا ببعض وانتوا جاين. ما حصلش. مرحبا. متهيقل انك محتاج لسيكرتيرا. نشتغل؟ أيوة طبعا. مش هما. اتفضل معانا. هنتصل بكم. منا. منا. انتفضل. البيت ده ما حدش يشعرفه غري ونا. مرسي. وده؟ ده صورة التمثال تمثال نفرتيتي من الدهب الخالص مرصع بالأحجار الكريمة لقينا صدفة وإحنا بنعمل أبحاث في تحسور قبل كده سلمان طلع لنفرتيتي تمثالين واحد من الحجر الأبيض والتاني بالألوان دي أول مرة يظهر لها تمثال من الدهب علشان كده قيمتو قيمتو الأثارية حتكون كبيرة جدا شيرز شيرز مطلوب خروجه أعيوه هو فين؟ خبناه في السقارة مطرح ماليتو؟ لا لا مقبرة مجهولة في خريطة للمكان تفبر كل المعلومات عن استمثال المكان موجود عليها ايه الددقة دي؟ الدكرار يعلي هنتعش سوى الليلة عندي كلام كتير في الشوق هي دايما مكشرة كده بسيطة تقدر ترسم على شفايف هابتسانة طب بتبقى مكشرة لما بتنفذي عمر الشغل انما الوقت مكشرة ليه؟ انت طلبت مني أرقص واديني بأرقص وده شغل بس الرأسة دي مش شغل طب تسمح نعود فضلي فصحاتك احنا مش هنتكلم بالشغل هنتكلم بس اشرب الاول انتي بتشتغلي معهم بالي كدير وده يهمك في ايه؟ ابدا كنت بأخذ فكرة مساء الخير اهلا المراد صدفة سعيدة انا جاي يسهر هنا وبعدين شفتكم معاك مين يا طار ابدا لوحد تسمحولي صدفة لكي؟ صدل اسيبكم بقى تعودوا مع بعض وراوح هنا ضروري تكد الليلة دي على مستر جورج بخصوص الخبيل اللي انا طلبت حاضر صدفة لكي؟ صدفة لكي؟ صحيح انت جاي صدفة؟ انا انا عارف مونة انا انا ابتدت ازهم اللعبة دي كلها انتي تتراضي للمخاطر دي كلها بسبب الاوراق اللي هما مسكنها علي انا انا حسلم نفسي مراد ما توديناش في بعي كلها يومين وربنا يخلصنا منه البرنس دي عايز منك ايه؟ مساء الخير يا فندس اهلا رفعت خير عملت ايه؟ اتصلت بمكتب التحريات وحبتدي اجمع معلومات عن المشبوهين اللي لهم نشاط اللي من دول على الله لا اخير تيوصلنا لللي احنا عايزينه ربنا يوفقك وبالمناسبة دي اسمك قدامه هو في حركة الطريقات الجديدة مبروك الله يبرك فيك يا فندس ايه؟ باين عليك مجهد قوي ليل ونهار عايش على عصابي انت مش تكسر كويس عايش على عصابك ليه بقى؟ السوق اللي برفت زي الريح لو عاكت اتجاه وفجأة يضيع من ايدين التاجر فينا كل اللي عاملوا في عمره عشان كده بنفضل عمره كله نعمل حساب الريح ايه؟ هفضع ضمانك ليه؟ انا تعبان وعايز انام تصبع على خير انام 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 اتعباني يا حبيبي طول النهار ومسترية معلش تصبع على خير وانت منار اشتركوا في القناة هل مين؟ هل مين؟ هل مين؟ ادخل ليه دوتك من ورا؟ قلت اشوفك صحي ولا نايم؟ ما جليش نوم قلت اشتغل شوية مية وعشين لوري خمسة وستين عربية سبعة راكب موديل ستة وسبعين ماركت بجوه يعيني كل الفلوس دي بتبقى في ايدك؟ لا يا سيدي في البنك يعيني تعرف؟ انا مرة مسكت في ايدي مبلغ قدداد ثلاث مرات بس مع واحد مغرب لكن انا بعدها زعلت قوي ليه؟ اصل بعد ما سلبتهم للنيابة تتضح انها خلوس مزيفة قل لي يا رفا هي كل عملية بتبتديها بيبقى عندك معلومات كفاءة مش مهم ساعة العملية في البداية بتبقى مجرد رقم في تقرير مش فاهم زي العملية للفداية دلوقت مجرد تقرير من الانتربول برقم معين بيقول خدوا بالكم فيه عملية تهريب كبيرة حتتم في مصر ومفيش اي معلومات لعن الاشخاص او الاماكن او حتى تهريب ايه طب وانت كده ممكن تعمل ايه؟ حمنحهم هم مين؟ اللي حيقوموا في العملية بس ستة بتعرفش عنهم اي معلومات هعرف عنهم كل المعلومات الاستاذ مهر الخبير اللي انت طلبته مونة الرسم تعال يا مهر هتصبك امثال جبس تبقى الاصر اندهيله من برق المقاسات انا محددها لك على الورق وطبعا هتفراغوا من جوه بيخلص منه فادي ايه؟ اصبوع ثلاث تيام مش اكتر ميستر جورج عايزين تصريح من مصلحة الاثار علشان خروج تمثال نفرتيتي مجمرو يبقى لازم نطلب منهم تمثال من الكبس بنفس موصفات التمثال اللي حيعملوا معه بس اتحدد فيه ان الفراغ يتحشي كتلة جرانيت وزن 20 كيلو وتصريح الخروج هتستلمها مع التمثال خليل وستيف مهماتكم هتعرفوها بعدين جيم ورودي فيه ثلاث تيام ما تجوش هنا خالص تصهاره ترقصه تتفسحه بس كل واحد لو واحدة بس بعد اربع تيام هنجتمع هنا الساعة تمانية بالليل تصدله مراد ايوه ايدة كمان تتفسح زيو هتعمل ايه في كم يوم دوني هبقى طمينك بالتليفون مراد انا مشغول بحاجة واحدة الشوبي وانا موروطة في اللي بيحصل ده كله بسببي ده فندم موجود في السجن مريض بالربو وبطل يشتغل من سنة انقبض عليهم بارح في اخناقه افضت الى وفاة سافر اليونان وماشترتش في اي عملية طول الفترة العادها في مصر ده الاحتمال الوحيد اللي قدامي دلوقت بس كان مختفي وابتدى يظهر النهاردة بعد المغرب فيه معلومات انه منقبض بعملية لسه مش عادفين هي ايه اشتركوا في القناة والله بلعلي مفترضك ايه زيك امرار الحمد لله باين عليك مريش اللي هندول ابدا والله فيه فيفي هي اللي عزمانك طيب ايه رأيك ان دردل شوية بيلعن فيه اوي اوي تحت عمرك افضل لحظة ورجالك مراد التقارير اللي عندي بتقول انك مورود في حاجة ايه هي؟ صريحني يمكن قدر اساعدك؟ انا مش مورود في حاجة كده؟ طيب عموما لو ظروف اضطريتك وبييت محتاج لمساعدة خلي الكارت ده معادي فيه نمرة تليفون الشغل والبيت ها؟ اسيبك لفيفي بقى ايه المعسات هتلحل العصر؟ ها؟ ايه وراي حال ايه مالك؟ مفيش لا فيه ايه مالك؟ ايه الابراء اللي كانت معجورة؟ اوه اه اه موسيقى موسيقى ودلوقتي في داري انتي ومراد ما تكملوش الشوكي لو حبيته الأوراق ما كانتش هي المشكلة المشكلة حياتي وحياة مراد موسيقى 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 مفيش مفر لازم نكمل المشوار عن اذنك وانا انا قابلت ستت كتير موسيقى 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 المترجم للقناة 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 هتوحشيني يا ماما مع السلامة الله يسلمك حوصلك لا مافيش داعي العربية مستنياني بحت أنا مبطل من زماني كابتر يفعل أنا دلوقتي ما بعرفش لرفح حاجة واحدة أطلع الويسك المخشوش من السليم طبعا قالي لو شفت حاجة ونحست حاجة تبلغني والمعلوم انت عارفه كوي من زمانه أنا مقرر أنا لا أبقى ضد البوليس ولا أبقى معاه أنا كده مرتاح قوي مش عايز أرجع للتعب تاني هذه دي مخشوشة صدقني ما بشوفش حد منهم اللي ومن دول والبرنس دا ما عرفش عنه حاجة أبدا وإذا اكتشفت العكس أهلا المحصن بي الدبل جاهل رفعت بي أرجوك الشغلة حيبتدي صدقني لو عرفت حاجة أو حد التصل بي حبلغك ححاول المرادة صدقت وبتصل بي بتليفون من دول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حلمي 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 ما سافرش أيوة طب ليه قال انه مسافروا ساب البيت مش عارف ده اللي بحيارني وانتصلت بكل اللقندات ما لقتوش نازل في أي واحدة منهم ما لحيكون قاعد فيه مرادة ما لكش حايت آخر بأي سبب وخليل ما لش الحد فيه كون حاد آخر وبعدين هلنتصرف إزاي أكيد في حاجة بعد الاجتماعك من ساعة هلو مرادة انت فين أنا مترائب مراد مترائب خليل ما اتصلش بك؟ خليل هو كمان مترائب ومش قادر يتصل بك وانا مش هادر أتكلم أكتر من كده الاجتماع ملغي هتصل بك وبعدين وبعدين مونة تعالي موسيقى كابتن ريفات أيوة تسمح أفند إركض أي خدمة؟ إركض قف البابلو صمحت ممكن اعرف سيادتك مين مش مهم في واحد نفتك تشوفه وهو كمان عايز يشوفك مين حنروح له فين مش بعيد طوفيان انت يا حكاية في الظبط انت يا حكاية في الظبط ما اشتركوا في الظبط 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والمرة دي هتكون اخر عملية في حياتي هطلع منها بقرشين هايش بيهم ومش عايز حاجة تانية فكر شوية يا حلمي شوف انت بتحطنا كأخوات في اي موقف انا فكرت كتير قبل ما بعتلك كان ممكن اعمل عملية من غير مواجهة وكان ممكن استغلك وكنت حنجح مرضتش بعتلك عشان مش عايز نتقابل فجأة في لحظة جاية ساعتها يكون مصير واحدتنا الموت ولما انت عارف كده مصمم ليه علشان ما فيش حد غير يعملها لكن انت فيه زباط كتير غيرك ممكن يتولي المهمة قصدك اسيب المهمة ما تنساش اننا اخوات انا قابلت المهمة دي قبل ما اعرف ان البرينس بقى تبقى انت اخويا حلمي ارجع لعقلك شوية فكر كويس حتى لو سبت المهمة دي زي ما انت عايز ومسكها واحد تاني واجبك شغلي يخليلي ما خبيش اي معلومات اعرفها عن اي مجرم حتى لو كان اخويا مش مهم المهمة تكونش انت في طريق ساعة الخطر طب وليه انت تكون في وش الخطر انا مضطر هي دي حياتي ابتدي حياتك من جديد هنا مفيش ضدك اي احكام ايش مع الناس والقانون كلامك مواحد زي دلوقتي ما منوش رفعت اي فايدة انا انا مش عارف اقولك ايه انت حاطتني فركنه صعب انا شايفك قدامي اخويا اللي بحبه في الوقتي نفسه انت المجرم اللي بدور عليه لو انت مكاني تتصرف ازاي اعتزن على المهمة ها هتعمل ايه دبعا هتسيب المهمة قلقوا معاني كل اللي عرفته بس ما تكونش انت قدامي انا كفيل بقى اي انسان بقى اي قوة انت لأ انت خويا ها قلت ايه مقدرش اوعدك بحاجة يا حلمي مقدرش يا خسارة تحب وصلك معايا حلمي بلاش يا حلمي سيب العملية وصرف احنا لسه ملناش عندك حاجة تقدر تتسافر وانت مطمت والحبيه تقعد عمل شريف انت حر عشان خطر يا حلمي بلاش لو اخدوا ابنك رهينة تعمل ايه اعمل ايه سلم على ماما ونوالي وحلمي الصغير اشتركوا في القناة أين ريفات مالك يا ربي في ain't مفيش ماما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايه مالك انا شفت النهاردة اخطر مقرم قابلته في حياتي مش عارف مش عارف اتصرف معاه ازاي تتصرف ازاي توبض عليه صبعا اصلا معرفة صاحبك يعني اكتر زميلك اكتر اكتر يبقى مين يا بي يبقى يبقى حلمي 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 مين اخويا اخوك ايوه شو اقول وبعدين هتتصرف ازاي عرضت عليه فرصة تحل سليم ما يبلوش يعني ايه مش عارف تقولي رفات جايز كلامي يكون قاسي شوية لكن لازم اقول انت عشت قدام عيني لكن حلمي كان في خيالي وقلبي طول الوقت ما تزعلش من صراحة يا ابني مش مسألة حب اكتر انتو الاتنين مع زدك واحدة لكن في حاجات الام بتحس بيها يمكن علشان حلمي كان غايب عني بالسمرار رفعي لازم تتصرف ده اخوك ماقدرش يا مونة ماقدرش لا لازم تسيب العملية دي وإلا هتبقى هتبقى مكرم وكمان ما تقوليش حكاك ستين الف دولار انت ضحيت بنفسك عشان تبقزي اخوكي مراد مش كده لو كان مراد ابني كنت هتعملي اعشان ما له ابنك واخدينه راهينا لغاية لما العملية التمنى انا كنت مقرر ما اشتغلش من قطرة ودلوقتي مضطرة ضحي بحاجة من الاسنين يا اخويا يا ابني اشتركوا في القناة 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 ونقطة الضحف واحدة بنتمنى دايما انوصلها وفي حالة البيرينس انت نقطة الضحف الوحيدة المضمونة وما تنساش ان عليك واجب كبير اهم من العواطف احنا ناس شايلين مسؤولية جديرة يا رفعت ولازم نقوم بيها بس مفيش بس انت الحكام المهمة ده عمر هيا يا رفعة عملت ايه صمموا اننا لكمل العملية رفعة تقدر تخليني قابل حلم موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر برتية ماما اتفضل. اتفضل يا ماما. عن اذنك يا بنتي. تعايا يا حلم. هو اللي بعثك؟ انا اللي طلبت منه نخليني قابلك. رفعت قلي على كل حاجة. وتكلمت معا. وكان لازم اتكلم معاك انت كمان. مكدفش عليك كانت صدمة تبيرة لي. لما عرفت شغلك الحقيقي. وبعد ما فوقت من الصدمة اتفكرت كثير. انت النهر ده كبرت وحر نفسك. لكن انا كمان كبرت يا حلمي. وقلبي ما بقاش استحمل. مش قادر تصورك انت واخوك واكين قدام بعض. الدنيا واسعة قدامك يا حلمي. تقدر تعمل اللي انت عايزه في اي مكان تاني. اللي انا عايزه لازم يتم هنا. اخويا يقدر يبعد عن طريقك. شغله هو اللي واقف في طريقك. ولما حضرتك عارفة كده بتكلميني ليه. علشان اخوك بيتعذب. حاول يسيب المهمة رفضة وطلبوا ان يكملها بالامر. لكن انت محدش امورك غير نفسك. حلمي. ما تقفش في طريق اخوك وتهدم مستقبله. انا مش حاول اقف في طريقه. الا اذا هو وقف في طريقه. للدرجة دي قلبك بقى حجر. قلبي ما بقاش في مكان للعاطي دي من زمان. وبلاش نقلب حاجات قديمة. اخسارة. كنت فاكرة ان انا خلفت اتنين. دلوقتي بس عرفت ان مليش غير ابن واحد. يا ماما ابن ابن. مش عاوز اسمعك تنطيب المالي تاني. يا رفحت عملت ايه. افضل. ايه دول؟ دي الصور اللي سجلها جهاز التحريات عن تحركاته الاخيرة. والنتيجة؟ اكتشاف شخصية معينة تقريبا على اتصال دائم بيه. مين؟ ده. افندن تعال. تسلمها للارشيف يجبولي حالا كل المعلومات اللي انا طالبها في التقرير. خاضر يا افندن. بتلف من بعيد قوي. في امل ولو ضعيف. بس يعتمد كبير في حالة زي دي. انت عاود تتوصل لي ايه؟ عايز اعمل دائرة حوالي النوع العملية اللي حيقوم بيها. ده تمثال مدحف العصار. وده المعجزة اللي عملها ماهر. برو برو. هندوم خبر لاجتماع الليلة؟ ايه. طب يلا بينا. برينس. موسيو فليب جون عالم اثار انجليزي جيه مصر من 4 شهر تقريبا مع توصية من مليونير سويسري هاوي اثار اسمه داويد ستروك. في صورة ليه هنا؟ لحظة واحدة. داويد ستروك مليونير مجنون اثار. زايد فليب جون عالم اثار احواله غمضة. جه مصر بتوصية من داويد ستروك للسفارة الفرنسية. بتوصية عادية. زايد البرينس. بتساوي عملية تهريب طحفة اثارية. ودي اللي لازم اعرفها تطلع ايه. فكرت ازور الدكتور فيليب جون. وطلعت امر تفتيش من النيابة. محدش برد يا فن. تصروا الباب. robeش. تقود يا عبدالر حق Coronavirus. هدرا accessibility. ها له تط optimization خيز وجدم اصلافسك. ها حدرا تطbeeld. كنت حاسس بكل تحركات رجالتك وراي اديتك الخيط اللي تمشي وراه الدكتور فليب او جورج زي ما بنسميه ودلوقتي بعد معرفت مكانه بالظبط يهمني اقولك انه سافر النهاردة الصبح لندن ومش هيرجع تاني الخيط الوحيد اللي كان بين ايديك انقضع انا قاسم الرائد رفعت بيقولك بلغ اشاره لعربيات المرائبة المشتركة في عملية 11 عشان تنضم العملية 66 فورا عاي رائب كل المشتبح فيهم مالك ترحم فيه في الاجتماع بعد نص ساعة هيجو حشرح الخطة بكرة الصبح ننفزها بعد بكرة سافر برجع من تاني انسان وحيد ما انت حيكون معك ابنت مونة تسافري معايا برينس برينس ايه فيه ايه مراده ستيفو هيرمن مترقبين ومش عارفين يتصرفوا عشان ييجوا على هين فمترقبين ازاي كل واحد منهم وقفلوا عربية بوليس على باب البيت بوليس مونة جاهزي نفسك حنروح نزهر ايه وانت تفضل هنا بعد نص ساعة بالزبط اتصل بمراد وتخليه اتصل ببقية رجالة ويجي استنوني هنا فاهم فاهم اتصل ببقية رجالة ويجي استنوني هناك اتصل ببقية رجالة ويجي استنوني هناك اتصل ببقية رجالة ويجي استنوني هناك اتصل بقية رجالة ويجي استنوني هناك أتصل بقية رجالة ويجي استنوني هناك اتصل بسرعة ممكن افهم ايه اللي انت بتعمله ده كله رفعت بيدور علي انا ولما انا اختفيت راقب رجال دي حالا حيكون هنا هو رجالته تنفك المراقب عن رجالتني كمان يا فاني انت بتضحك علي ايه اصد رفعت وصل تدخلي الهيلة انه تخرجي من ناحية تانية اتخذي تاكسي وضعي رفعتك اكتر زمار او ايه والا اشتركوا في القناة 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 المترجم للقناة 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 انت؟ هم فين دلوقت؟ هيعملوا ايه؟ قول يا مراد، واحنا حنعتبرك شاهد ملك انا كنت موروط معاهم تحت التهديد وقلتلكم على عنوان البلغ ملقناش حد هناك، فيه وكر تاني ليهم، فين يا مراد؟ ما عرفوش، ولكنت عرفو كنت قلتلكم عليه انا عايز انقذ اختي طول نعرف هكذا مش في بنو حت دي دين؟ هكذا مش في بنو حت دين؟ عارفين هتردو فين؟ طبعا عارفين طب يلا يسمح بمغادرة الحدود لتنسالني برتيتي اتفاع خمسين سنتي قاعدة خمس عشر في خمس تاشر وزن كامل خمس عشر عارف تصريح دي هتروح فين ما هتنساله اظن انا مهمة انتهت خدت حسابك؟ ايو خدر معلش انت هتفضل ضخنا هنا كمان اربعة عشر ساعة لا يا فندم انا مبقاش ليه يلزم مش هتكسفني استقالة ليه يا رفعت؟ اول مرة في حياة يا فندم احس بالفشل لا يا رفعت انا مش عاوز الاحساس ده تملكك ابدا كل اللي حصل ان تقدراتنا مع بعض كانت اقل بكتير من الواجب ومش مهمة ابدا يا اخي ان المجرم يهرب مرة اثنين ثلاثة حتى اللي عبره بالنتيجة لازم تكون لصالحك في النهاية رفعت من دلوقتي للصبح مش هلحاو اعمله حاجة رحنا مرتاحة وانا متأكد انك الصبح هتكون غيرت كل تقدراتك انا متأكد انا متأكد نوال 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 ماما عزيزي رفع ما كانش ممكن أسيب مصر وأمشي من غير ما شوفكم ماما ونوال وحلمي الصغير معزومين عندي على عشرة ومستنيينك أرجوك يا رفع مفيش داعي لأي محاولة عندي ومن غير خداع أنا عايز أشوفك تحت العمارة حتلاقي عربية حتجيبك لحد عندي لو استواء حس إنه مترائب مش حتشوفني خالب أرجوك دي دعوة للعشرة من أخ الأخوة وما تدخلش فيها الشوخ ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع كان لازم أبعط لكم عشان أودعكم جايز ما رجعش مصر بعد كده طول عمري وجايز ما تخرجش من مصر طول عمرك اتفكرني باتنين قاعد يلعبوا شطرنج مع بعض كل واحد نيته يكسب الدور وهو عارف اللقصاده مش هيديله فرصة دي أبدا النتيجة متوقفة على نوع اللعب ماتش نابليون بيخسر لأنه ماتش معروف بس أنا أحب ألعبه مين قال إن أي خطة بتستمر للنهاية من غير ما تتغير علشان إنت أخوي وبحبك هكشف لك كل ورق الخططي الساعة ستة الصبح يعني بعد خمس ساعات هيتحرك يخت صغير من اسكندرية كده كشفت الطبيعي؟ علشان أهجن بالوزير اليخت هيعدي المياه الإقليمية وحتكون مستنيانة مركب مخصوص في وسط البحر بعيد عن أي نفوز نابليون ابتدى يخسر وزير مفيش حرب من غير خصارة علشان تعوضها بمكسر طب يا هتكون علي أخت ومعايا نفرتيتي كش مالك أصدق كده؟ لسه بدري وعلى فكرة لازم أوضح لك ليه أنا جيبتك هنا لأن مش عايزك أنت تبقى في طريق ساعة الجد درون اللعب غير الحقيقة أبدا نفس الشيء فاضل ساعتين ونص يا دوبك مسافة السك الاسكندرية عني اذنك حلمي انت كده بتضيع مستابل أخوك ارجع لعالك يا حلمي ازاي؟ زي كل الناس انا ما عيشت زي كل الناس حتى أهلي ما كانوش زي كل الناس أهدا يا حلمي انت عارفة كويس ليه أنا بيت كده جاي النهاردة تقول ليه لي ارجع ليه يوميا ما قلتيش قدامه ليه تبتيين أخرج من البيت أبوك كان شديد قوي يا حلمي وانت غلطت الغلطة اللي غلطتها ما كانتش تستاهل انه يتردني من البيت انت وقتها سكدتي ليه كنت متصورة عايشة ازاي كنت منتظرة بقى ايه دكتور ولا محامي ولا يمت المهند ولا صدقتيني لما قلتلك ان انا بتاجر في العربيات وقتها زمان كان ممكن ارجع كانت غلطة غلطة في طائرة ممكن تتصلح لكن دلوقتي ما بيتش مجرد غلطة بها عني اذنك يا امي مرح ما بيتش م条ري كونه engineers فيه قوامل وحضرتك عارف بقى القوامل تفضل wiris الاشارات دي بتتبايل اسكندرية فوراً وانت خليك على اتصال بفرقة المفترضة في اسكندرية يلا رفعة العربية جهز للصفر انا حفضل هنا فندم هنا ليه خايف اللحظة الاخيرة افتكروا ان اخويا اشتركوا في القناة 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 تجعل أستاذ! حلمي! أعطوا حلمي! حلمي! حلفين! خلي البطور معاك! قمنوا يا أستاذ! قوليس! فاختي السرح! محكة ستوسعي! قوليس! محكة ستوسعي! قئيًا! صgang؟ خلصي! علمي! اشتركوا في القناة